تحويل ملكية الأراضي الزراعية من قبضة السلطة المركزية إلى مجالس البلديات المحلية وإطلاق يد مجالسها الشعبية المنتخبة في إيجار هذه المساحات الهائلة كان حلماً بالنسبة لشريحة واسعة من المزارعين وسكان الأرياف الأوكرانية في المدى التالية ذهبنا إلى جنوب البلاد حيث أتيحت الفرصة لبلدية صغيرة تقع في إقليم ودسة كي تطور من أحوالها وتزيد مدخولها لنتابع تقع بلدية فيزيركا على بعد أربعين كيلو متراً من أدسة ومنذ عامين أضيفت لها قريتان كبيرتان هما ليوبودول وبيرفو ماسكوي يعيش في هذا التجمع سبعة آلاف شخص معظمهم من المزارعين ويأمل السكان بجذب المزيد نقل ملكية الأراضي سيرفد ميزانية بلديتنا لأننا نستطيع الآن إدارة أراضينا بأنفسنا واتخاذ القرارات المناسبة وإجراء مزادات وتحديد السعر يعود 139 قطعة أرض إلى ملاك بلدية فيزيركا بمساحة تقدر بألف هكتار ونصف يعتزم القائمون تأجيرها في حال حصلوا على حقوق ملكيتها وإدارتها نقل ملكية هذه الأراضي من الدولة إلى البلدية سيمنح المزارعين فرصة لإبرام عقود قانونية يتم على أساسها زراعة هذه الأراضي وبالنتيجة تحقيق أرباح تعود لخزينتهم الجماعية هذه هي الأراضي التي يعتمد عليها المجتمع المحلي والتي غابت عنها الزراعة لسنوات عدة على الرغم من خصوبتها تمت خصخصة العديد من هذه الأراضي في السابق ولم يقدر السكان المحليون منع ذلك إلا أن عوائد تأجير الأراضي الآن ستذهب لصالح خزائن البلدية الخاصة الأراضي من ممتلكات الدولة تخضع للدائرة الحكومية للمساحة والخرائط والسجل العقاري وهي ضمن إقليمنا لكن ليس لدينا أي تأثير عليها وهناك أمثلة عديدة ومنها تأجير بعض الأراضي دون علمنا وهذا شيء سيء للغاية إضافة إلى أننا لا نحصل على عائدات من إيجارها لأنه لا تزرع في الأساس ولا تستغل بالشكل الصحيح من المنتظر أن تشهد بلدية فيزيركا توسعا في المستقبل القريب حيث ستنضم إليها ثلاث قرى أخرى مما يعني مساحة أكبر من الأراضي ويخطط المسؤولون المحليون لإقامة مشاريع تنموية في منطقتهم من ميزانية التجمع كافتتاح حدائق حديثة في كل قرية وتوفير إنارة في الشوارع وإنشاء رياض أطفال